بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي طلابا وطالبات مجددا في سلسلة شروحات مقرر صناعة القرار في الأعمى اليوم بإذن الله سنتحدث عن استخدام المخططات البيانية سنتناول جداول البيانات كنا قد تحدثنا عن استخدام المخططات اليوم بدنا نستحدث عن أدوات جداول البيانات نستذكر درسنا السابق ذكرنا هناك أنواع متعددة من مخططات البيانية من أهمها المخططات الشريطية وذكرنا كل تظهر على شكل مستطيلات كل طول مستطيل يعبر عن حجم البيانات كلما طال هذا الشريط يعني أن هذه البيانات أكثر وذكرنا أنه من الأفضل استخدامه بشكل البسيط بمتغير واحد وقد يتم استخدامه بمتغيرين وذكرنا عدة أمثلة في ذلك المخططات الخطية ذكرنا هو أفضل المخططات لاستخدامها في الفترات الزمنية ومرور الوقت وبالتالي يعبر عنها بشكل واضح كذلك ذكرنا المخططات المساحية وهو شبيه بالمخططات الخطية ولكن يظهر على شكل طبقات تراكمية إجمالية وكل طبقة تأخذ لون وبالتالي قد يتشابه كثيراً مع المخططات الخطية ذكرنا أيضاً المخططات الدائرية وهي دائرة كل غطاء يعبر عنه بشريحة تمثل نسبة مئوية والدائرة كاملة سيكون النسبة لها 100% وكل غطاء يمثل نسبة محددة في هذه الدائرة أخيراً ذكرنا مخططات الانتشار وهو أيضاً شبيه بالمخططات الخطية وهو أيضاً قد يستفاد منه في بعض عرض البيانات أو المعلومات وقد لا يناسب الفترات الزمنية مثله ومثل المخططات المساحية إذن هذا ما تحدثنا عنه هنا لكأمثلة كثيرة لمنظمات تستخدمها كما ذكرنا رؤية المملكة وموقع رؤية المملكة يستخدم هذه المخططات البيانية في تبسيط وعرض المعلومة كذلك ذكرنا وزارة الإحصاء تقوم بنشر البيانات حول سوق العمل البطالة وغيرها من خلال المخططات البيانية وبالتالي توضح الصورة بشكل أكبر نستذكر الأمثلة أو الصور هذا المخطط الشريطي وهذا المخطط الخطي وكذلك المخطط الدائري وأخيراً مخطط الانتشار هناك كما ذكرنا العديد من أنواع المخططات وهذه من أشهر هذه الأنواع اليوم بإذن الله سنتحدث عن التقنية في العمل وأدوات جداول البيانات في صفحة 100 عادة ما تستخدم برامج جداول البيانات مثل مايكروسوفت أكسل أو أوبين أوفيس كلاك أو جوجل سبريدشيت من أجل إنشاء البيانات والحسابات الرقمية وتنسيقة مثل ميزانيات وحساب العمولات والجداول الزمنية وبيانات الدخل كلما كان لدينا بيانات رقمية هذه البرامج أو برامج جداول البيانات تساعدنا في حساب الأرقام واستخراج المعادلات بشكل أسرع وقد ذكرنا في دروس سابقة فيما يتعلق في النمذجة فيما يتعلق في القرارات ذكرنا أننا نستفيد الآن من التقنية في سرعة معالجة المعلومات كالمعادلات الرياضية والحساب وإخراج الأرقام وأيضا هذه المعادلات تظهر قوة أو قدرة الحاسب على التعامل مع البيانات المعقدة وهذا ما يميز المشاكل الكبيرة ومشاكل معقدة وبالتالي نحتاج إلى من يتعامل معها بشكل أسرع وهذا يساعدنا فيه أدوات جداول البيانات أيضا يمكنك استخدام جداول البيانات أكترونية لتثبع المعلومات الرقمية وإجراء العمليات الحسابية وأيضا إنشاء المخططات على سبيل المثال تعج جداول البيانات مفيدة بخاصة عند تسجيل وتحليم علومات المالية فمثلا إذا غيرت خانة واحدة فسوف يقوم جدول البيانات تحديث جميع العمليات الحسابية المرتبطة بهذا الأمر وهذه ميزة كبيرة تقدمها جداول البيانات حيث إذا ظهر لديك تعديل تعدل هذه الخانة سيتعدل معك جميع الخانات المرتبطة بهذا الرقم وبالتالي لا تبدو جهدا كبيرا كشخص في التحليل واستخراج أرقام وإنما تساعدك أدوات جداول البيانات وهذا ما يحتاجه المسؤول أو متخذ القرار في سرعة الوصول إلى الرقم أو سرعة الوصول إلى البيانات المطلوبة هناك من أشهر البرامج هو مايكروسوفت أكسل سنتحدث عنه بشكل مبسط هو جزء من مجموعة برامج مايكروسوفت أوفيس وهو الأكسل الذي يستخدم على نطاق واسع في مجال الأعمال كذلك التعليم والبحث وأحد الأسباب انتشاره هو إمكانية استخدامه لإنشاء جداول البيانات الأساسي بسرعة أو لإعداد مجموعة معقدة من أوراق العمل لازم اتخاذ قرارات العمل إذن هو من أشهر البرامج التي تستخدم سواء لدينا في التعليم في درجات الطلاب كذلك في المنظمات المالية وحسابة الأرقام واستخراج مثلا نسب معينة من خلال دخال معادلات مخصصة في كل خانة وبعد ذلك يظهرها تلقائيا دون الحاجة للبحث أو مثلا إجراء العمليات الحسابية وإنما سيقوم من تلقاء نفسه هذا الجدول الذي صممته بالحساب واستخراج الأرقام المطلوبة لدينا جدول بيانات جوجل أيضا هو مشابه للأكسل ويعد جزءا من محر مستندات جوجل وهي أداء أساسية لإنشاء جداول البيانات وتحريرها ويوفر جداول بيانات جوجل الميزات الأساسية لاستيراد والتحرير فقط وكذلك أدوات التنسيق المحدودة مقارنة ببرنامج الأكسل ومع ذلك فقد صمم جداول بيانات كغير من تطبيقات جوجل من أجل التعاون والمشاركة عبر الإنترنت إذن هو شبيه بالأكسل ولكن قد يتميز أنه بإمكانك المشاركة مع الأشخاص عبر الإنترنت وبالتالي يتم التعديل من قبل أكثر من شخص في آن واحد من خلال الاتصال بالإنترنت وبالتالي يصبح التعديل من خلال مجموعات قد عمل تكون متباعدة ويعملون على جدول واحد من خلال صفحة الإنترنت وهذا قد يميز ويسهل العمل بشكل كبير وهو أيضا مشابه بدرجة كبيرة كما ذكرنا لمايكروسوفت أكسل لدينا Open Office Clock وهو أيضا من أحد الدوات جداول البيانات المجانية والمفتوحة المصدر وهو جدول بيانات شامل تم تصميمه على غرار مايكروسوفت أكسل إذن هو مفتوح المصدر إذن بإمكان أي شخص استخدامه دون تنصيب البرامج أو شراء البرامج ومتاح مجانا على موقع Open Office الإلكتروني على عكس أكسل الذي يمكن الذي لا بد من تحميله بالتأكيد ويمكن لبرنامج كلاك تحديد سلسلة لإنشاء مخططات ترتكز إلى تنسيق بياناتك كما يمكنه حفظ البيانات كملفات بتنسيق المستندات مثلا الـ PDF وهم يمسل تشاركها مع المستخدمين الذين لا يستعينون ببرنامج إكلاك إذن ما يميزه أنه مجاني وأيضا يحول هذه التقارير أو هذه النماذج إلى مستندات من أهمها الـ PDF وبالتالي يسهل عليك تناقلها وإرسالها إلى الأشخاص المعنيين وهو أيضا كذلك قد يكون هناك درجة مشابهة مع أيضا البرامج السابقة في إعداد الجذاو كذلك GNOMEEC وهو أيضا من البرامج مفتوحة المصدر لجذاو البيانات وهو جزء من تطبيقات سطح مكتب GNOME وهو خاص بأنظمة تشغيل Linux وصم ما ليكون مشابهة أيضا لبرنامج الأكسل على الرغم أن يفتقل إلى بعض الميزات ويعتبرهم محترفون أدوات أو أداة جداول موثوقة للبيانات إذن كغيره من البرامج هو شبيه في الأكسل ولكن كما ذكرنا قد يكون أكثر احترافية ويمارسه المحترفون والذين قد يستخدمون أيضا نظام تشغيل Linux كذلك لدينا Apple Numbers وإذا كنت تستخدم حاسب ماك أو ماك انتوش فإمكانك استخدام Apple Numbers وهو أيضا شبيه بالبرامج السابقة وهو جزء من مجموعة برامج iWork وقد صمم إليه يكون سهل الاستخدام ويمكنه إنشاء مخططات وجداول مميزة ولكنه يفتقر إلى ميزات الأكسل إذن كل هذه البرامج التي ذكرناها بإمكانك استخدامها أو تساعدك في الوصول إلى البيانات ومخططات البيانية وكذلك حساب الأرقام والمعادلات وبالتالي أصبح العمل أكثر سهولة من السابق حيث بإمكان كل شخص أن يقوم بتوظيف هذه البرامج في اتخاذ القرار وأيضا وحتى في صناعة القرار في مؤسسات وغيرها سواء في الحكومية أو حتى في الأعمال التجاهية في نهاية هذا الدرس دعونا نتطرق إلى الأسئلة اختر الإجابة المناسبة ما التطبيق الذي لا يعد مثالا لبرامج جداول البيانات نحن ذكرنا خمسة برامج نود منك استخراج البرنامج الذي لا يعد برنامج لداول البيانات ألف مايكروسوفت أكسل أوبن أفس كلاك وجداول بيانات أبل وجداول بيانات جوجل ذكرنا مايكروسوفت أكسل ذكرنا أنه مجموعة أكسل ومجموعة أكسل ومجموعة أوفيس الشهيرة وهو برنامج كما ذكرنا يتم استخدامه في الأعمال وفي التعليم وغيرها كذلك أبن أفس كلاك ذكرنا أنه مفتوح المصدر وذكرنا بيانات جوجل أيضا بإمكان المحررين يستخدامه عبر الإنترنت ولكن لا يوجد ما يسمى بجداول بيانات أبل أبل لديهم برنامج يسمى كما ذكرنا أبل نمبرز وليس جداول بيانات أبل إذن جيم هي الخيار الصحيح ننتقل لأسؤال آخر ما الذي يعد ميزات استخدام جونوميكر هل أنه برنامج مجاني مفتوح المصدر لجداول بيانات أم أنه مصمم للتعاون عبر شبكة الإنترنت أم أنه شائع بين مستخدمي ماكنتوش وأخيرا أنه يمكنه إنشاء جداول احترافية منسقة جدا مراكز الطال ذكرنا أن برنامج جونوميكر هو برنامج مجاني مفتوح المصدر بإمكان أي شخص يستخدمه عبر موقع غونوميك وهم كما ذكرنا مفتوح المصدر ومجاني لكل المستخدمين بمجرد الدخول على الموقع يستطيع الكل أن يقوم بإنشاء الجداول الخاصة إلى هنا أعزائي الطلاب نكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر